ومن عالم الصغار رح ننتقل لعالم الكبار وتحديدا عالم التجميل والتقنيات التجميلية هيا بتعرفي انه اخر الاحصائيات المقدمة من قبل الجمعية الدولية لجراحة التجميل بتقول انه السعودية الاولى عربيا والثالثة عالميا من حيث عدد عمليات التجميل ايه عادي ممكن اتخيل يعني لانه ده حين ما صار الموضوع بس تقنية واحدة والعملية صار عندنا بوتاكس وفيلرز هؤلاء كما صاروا من ضمن العمليات او من ضمن التقنيات التجميلية صار و هلأ صار ان كان رجل اما امرأة دايما بس يروحوا يقبلوا على اي عملية بيكون عندهم شي براسهم يعني النتيجة بيكونوا متخيلين هن براسهم بتكون طبعا احسن النتيجة و بس ما تطلع مثل ما هن بدهم طبعا هالشي بيكون اما سبب اهمال الطبيب او اخطاء طبية وهون طبعا تختلف الامور بيكونوا بشيء وبصيروا بشيء وله الحديث طبعا عن هذا الموضوع ينضم لنا بالاستوديو الدكتور سامي صوان طبيب تجميل جلدي دكتور سامي اول شيء البوتوكس و الفيلرز ما ضال حدا ما يمكن جرّب يعمل بوتوكس و الفيلرز بجعله ستات كلهم بجرّب كلهم ايه رجال و النساء بيعمل بوتوكس و الفيلرز خبرنا عن اخطار البوتوكس و الفيلر وشال الشيء اللي لازم يعرفوها اوكي لما نتكلم عن الاخطار يعني دائما نسمع اخطار طبية واخطاء طبية وكذا فلازم من واحد يفهم انه ما هو كله زي بعضه يعني فيه فروقات كثيرة فيه لازم نفهم انه فيه شيء اسمه مضاعفات فيه شيء اسمه خطأ طبي وفيه شيء اسمه إهمال طبي يجي بعد الخطأ الطبي مضاعفات يعني هذه المضاعفات تحصل ويهي كومن يعني تحصل لكل الناس اللي مثلا بعدما تحقن الابرة تيجي كدمة صغيرة يجي انتفاخ صغير تيجي حتة مختلف عن حتة فهذه مضاعفات بعد كذا يجيك الخطأ الطبي فالاخطاء الطبية اللي تحصل هي تحصل نتيجة عدم الحقن بطريقة صحيحة يعني ممكن واحد يجي يحقن فيه بعاء دموي فلما يحقن فيه بعاء دموي معناها الدم اللي واصل للمنطقة المعينة حيبطل يوصل لها ويصير فيه شيء اسمه نقص في التروية إذا الطبيب ما لاحظ انه حصلت هذا المشكلة وزي ما نقول طلنش المشكلة انقلبت ليه إهمال طبي يعني صار هو يعني ما هو عارف يعني ما عنده الدراية الكافية ولا العلم الكافي انه حصلت المشكلة فما عالجها وارسل المريض للبيت وحتى ممكن يكلمه بعد يمين ثلاثة يقوله ترى يعني انت ينجكت حقنتني في هذا المنطقة والآن حاسس الأنف فيه مشكلة والطبيب يقوله لا عادي يعني هذا الطبيعي ممكن يحصل هنا انقلب من خطأ طبي لإهمال طبي يعني فيه خطأ ممكن يؤدي إلى فقدان جزء من الأنف فقدان جزء من الفم نتيجة انه عدم وصول الدم فيه أخطاء ما لها رجعة يعني انتهى الموضوع ما فيه حتى لو حاولت نو هابي أندي الناس دحين يحسبوا انه هي البوتوكس مثلا او الفيلر هي بس ابرة وشكة بصيدة او خلاص يعني ما فيه شي غلط في الموضوع بس كيف ممكن نعرف انه هذا البوتوكس او هذا الفيلر من نوعية جيدة وماذا الأسئلة المفروض يسألها المريض قبل ما يبدأ مثلا هذا النوع من التخنية اوكي لازم برضو نفرق بين شغلتين انه فيه ماركات مزورة اوكي كثير كثير بس فيه غير فرق بين مزور وفيه فرق بين جودة ما هي عالية ما تنزيل انت او حتى المنتهي صلاحيتو كما نتكلم عليها بردو فيه برودكت لها سمعة يعني عالية في السوق فالشركات بتحط نتيجة السمعة هذه برايسنج أعلى وفيه بعض العيادات لا تشتريها لأنها مكلفة انه زباينها ما عندهم القدرة فبيشتروا برودكت أقل يعني أرخص ما فيه مشكلة بس انه ما هو بجأة بس كما بتكون جيدة يعني جيدة إلى حد ما تمام ولكن ما فيه طريقة انت سؤالك انه كيف الواحد يعرف بالضبط كيف الواحد يعرف انه وعيته كويسة جدا صعب بس لو اخذ الأرخص مثلا هل سيحصل على نفس النتيجة غالبا لا ولكن يحصل على نتيجة على يعني مؤاخذة على قد اللي يدفعون تمام الطبيب اللي ما عنده أمانة يقدر يضحك على أي أحد دكتور سامي مين بده اليوم بوتوكس وفلر هل فيه عمر معين لأنه هل عم نشوف كثير من الناس خاصة اللي عمارهم حتى اللي بالعشرين سنة يعني عم بيبلشوا بالبوتوكس وفيهلر وبيقولوا كل ما بلشت بالبوتوكس بعمر أصغر كل ما أحسن فهل هل شي صح؟ طيب برضه أنا كل ما سألتوني السؤال رجعت قسمته من جديد فلازم نفهم أنه في التجميل فيه أشياء الواحد يحتاجها وأشياء الواحد يبغاها يعني مجرد ذوق فالاحتياج هو مثلاً لما تبدأ تطلع الخطوط في الجبهة أو حوالين العين فما في عمر يعني ممكن أحد يجي عمره 18 سنة وعنده جداً واضحة فمعناها هيبدأ يحقن هو عمره 18 أول مدبعاً لأنه إذا انتظر قلبت من خطوط نتيجة العضلات لخطوط محفورة في الجلد وإذا قلبت خطوط محفورة في الجلد يصير للبوتوكس مال وقيمة لأن البوتوكس مادة ترخ العضلات فيصير مالها حل فلازم الواحد يبدأ من بدري يعملها أما الرغبات والذوق والأمور هذه مختلفة مثلاً ما في أحد يحتاج يعبر شفايفه ما في أحد يحتاج يعرض فكه هذا كل شيء يريد أيها أكثر أمان البوتوكس أما الفلر؟ الأمان البوتوكس لأنه يذهب بسرعة ليس بسرعة ولكن يذهب من غير تدخل من غير أي تدخل ويرجع الموضوع 100% طبيعي مثل المكان الفلر لا يذهب 100% الفلر لا يذهب 100% ساعات لا يذهب 100% حسب النوع وساعات يريد أن تذوبه وساعات مشاكله أسوأ إذا دخل في وعاء دموي كما قلنا أو يصبح كتل أو نلاحظ بكثير يعني مشاكله كثير وقد تحتاج تدخل كثير وقد أنه لا تستطيع تعالجها طيب دكتور أنا أريد أن أعرف هل هناك حالات لا ينفع أن يستعملوا أي نوع من البوتوكس أو الفلر؟ جداً نادر أنه نقول لا بشكل قطعي الحالة الأولى كما قلنا إذا المريض نفسياً ما هو مضبوط هذا ما نفعله هناك مرض عصبي نادر يسمى مايستيني غريبس هذا يجعل البوتوكس يعمل لفترات جداً طويلة فلا نضع البوتوكس فيه ممكن الفلر غير ذلك هذا الممنوع لكن ما يفضل أنه لا نستعمل إذا المريض لديه مشكلة سيولة الدم أو يأخذ دوة سيولة الدم ولا يمكن أن يوقفه فهذه هي الحالات التي يمكن تزيد الكدمات شكراً دكتور سامي وضحت لنا بصورة جميلة وبسيطة كثيراً عن البوتوكس والفلر لأن الكثير من الناس تغلبت بينهم شكراً دكتور سامي شكراً شكراً